وللحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة المحلل السياسي الليبي السيد إبراهيم بالقاسم أهلا بك معنا سيد بالقاسم منتصف نوفمبر الماضي اختتمت الاجتماعات الليبية في تونس دون التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف وأيضا سلطة موحدة في البلاد ما الاختراق المنتظر تحقيقه في الاجتماعات المقبلة في تونس أهلا بك وأهلا بمشاهدين الكرام الحقيقة أن حتى الآن بعثة الأمم التحدة استطاعت من خلال الملتقى السياسي تثبيت ما هو أهم من عملية تشكيل سلطة سياسية جديدة وحكومة وحدة وطنية وهو تثبيت عملية إجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر في عام 2021 وبدأنا العد التنازلي نحو هذه المحطة الأهم وبدأ العمل على هذا الاستحقاق من خلال تشكيل لجنة قانونية للبحث إمكانية وضع قواعد دستورية للتوجه نحي الانتخابات طبعا مسألة الذهاب للانتخابات تحتاج الكثير من العمل وأعتقد أنه عام كافي لإجراء ما نحتاجه من عملية قوانين وتشريعات نعم سيد بلقاسم وتهيط الوضع العام والرأي العام وغير ذلك تثبيت موعد الانتخابات لكن الملطقة السياسي نعم الملطقة السياسي نعم قبل أن أتحدث عن الملطقة السياسي أرى أهم نقطة نعم تفضل أهم مسألة أهم مسألة هو الانتخابات ليش؟ لأن الحكومة التي من المفترض أن تشكل وأنا أعتقد في تقديري أن بعثة الأمم المتحدة أو السيدة ستيفاني وليامس ما بعثة الأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا لديها خطة عمل ولديها مقترحات ولديها بدائل الخطة العمل فيها الحلول وبدائل الحلول الحلول هو تشكيل سلطة سياسية من خلال المرشحين الاثنى عشر مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة نعم وربما أيضا نذهب بتشكيل مجلس رئاسي جديد وهناك حوالي ست أشخاص يتنفسون على رئاسة مجلس الرئاسي بناء طبعا على المقترحات في عملية آليات الاختيار سيد بالقاسم عنذرا للمقاطع ولكن كنت أريد أن أسأل حول ملف الانتخابات وأنت قلت أنه يتم تثبيت هذه النقطة من قبل المبعوثة الأممية بالإنابة السيفاني وليامس في هذه الجزئية تحديدا هناك ربما اختلاف على شخص وليامس بالاستمرار في هذا المنصب وليست هناك ضمانات كافية حسب كثيرين بأن تتم هذه الانتخابات في الموعد المحدد أيضا هناك عوامل الأرض ممكن أن تكون عائق أمام أي حل سياسي حتى الانتخابات أنا أختلف معك في هذا تماما ما يحدث على الأرض يذهب نحو الاستثمار لعملية وقفة لاق النار والتهدئة ودعم التاسوية السياسية لتكون حل ونرى هذا تماما عندما نشاهد اللجنة العسكرية خمسة زايد خمسة التي تبدأ الآن في عملية تبادل الأسرة وفتح الطرق ومحاولة جبر الضرر ومحاولة استثمار عملية التهدئة وهذه مسألة تؤكد بأننا لن نعود إلى مربع الصراع ومربع المواجهات مرة أخرى ولكن تركيا تقول غير ذلك اليوم ترسل طائرتين عسكريتين إلى مطار الوكياء القرار ليس تركي وأيضا هناك استمرار سيد بلقاسم لدعم حكومة الوفاق ربما من تركيا وأيضا برلمان التركي عندما يوافق على التمديد لثمانية عشر شهرا لبقاء القوات التركية على الأراضي الليبية أليست عائقا أولا المجلس الرئاسي الحالي قد يكون أحد البدائل إذ لم نصل من خلال الملطقة السياسي لتشكيل حكومة هناك من يتحدث على أن يبقى المجلس الرئاسي الحالي وتحصل عملية أنه تشكيل حكومة من بطقة على المجلس الرئاسي وتصبح هذه حكومة حكومة وحدة وطنية وهذا ما كان ينادي به بعض الأطراف في شرق ليبيا في الملطقة الذي جرى أمس من يومين في جمينس قرب من بنغازي كانوا يتحدثون عن عملية إصلاح للمجلس الرئاسي وغير ذلك أما مسألة تركيا وقرار تركيا تركيا موقعة مع حكومة الوفاق اتفاقية أمنية لا تحقق اتفاقية عسكرية لا تخرج خارج هذا الإطار هذه الاتفاقية عسكرية فقط ليست سياسية صحيح أنها شريكة عسكري لحكومة الوفاق ولكن ليس لديها أي قرار وإن كانت تركيا موجودة في ليبيا ففي المقابل هناك أيضا روس موجودين في ليبيا تركيا لا تملك القرار النهائي في ليبيا بالعكس القرار قرار الليبيين وهم من قادرين على إبعاد تركيا وإبعاد غيرها في حالة وجود حالة من الاستقرار ووصلنا إلى حكومة جديدة كما أشرت سواء كان بتشكيل حكومة جديدة برئيس جديد أو بالذهاب بالمجلس الرئاسي الحالي الآن وتشكيل حكومة وحدة وطنية من خلالها في الحالة ستكون هناك حالة من الاستقرار هذه الحالة حتى تثبت وحتى نذهب إلى الانتخابات يجب أن تكون هناك عدة إجراءات وعدة خطوات يجب أن يكون هناك عدة إجراءات وعدة خطوات اتخاذها من بينها إبعاد مقاتلين أجانب تخفئين إبعاد خطوة الاشتباك لتركيا مرتزقة عندما تتحدث أنه لا يتجاوز الدولة لا 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 أبدا هناك مقاتلين أنا أؤكد لك هم موجودين لا لا حتى أنا لم أقول هذا أبدا هناك مقاتلين من تركيا عفوا المقاتلين جلبتهم تركيا في ليبيا وهذا صحيح هذا حقيقي هناك مستشارين عسكريين أتراك موجودين في غرب ليبيا ويقومون بتدريب ناصر من قوات حكومة الفاق هذا حقيقي هذا الموضوع يتجاوز التعامل الشمس وهنا نقطة غير مختلفة في هذا الإطار حتى الآن أشكر جزيلا الاتفاقية عسكرية اتفاقية عسكرية ولا تتدخل في الشؤون السياسية تركيا شريك لحكومة الوفاق على المستوى العسكري والأمني انتهى وقت المقابلة بمعنى آخر إذا تم تشكيل حكومة جديدة هذه الحكومة تستطيع أن تراجع حتى هذه الاتفاقية تلغيها تبقيها هذا القرار سيبقى قرار ليبي وليس قرار تركي بالدرجة الأولى المحلل السياسي يا ليبي السيد إبراهيم بلقاسم كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك